اهلا بحضرك ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن الانزلاق الغضروفي ومشكلة الانزلاق الغضروفي بترجع لمشكلة في الوسادة المطاطية بيت فقرات الظهر الوسادة دي اسمها الدسك ده عبارة عن مادة جيلاتينية مركزها ناعم واغلفها خشن وبيسير الاعصاب القريبة منه وبيسبب الم وتنميل وضعف في الدراع او الرجل وفي حالات انزلاق وضروفي المريض مش بيشتكي من اي اعراض لما بتظهر اعراض المريض بيحس الام شديدة اسفل الظهر وممكن الالم يمتد لاسفل الساق والم لما بيمشي لفترات لمسافات وتقلصات في عضلات الظهر والساقين وما بيقدرش يقف لفترة كبيرة وفي حالة لو كان الفتء ده كبير ممكن يضغط على الاعصاب الشوكية المجاورة وبتظهر الالام دي في شكل الام في الجانب اللي بيمده العصب المصعب بالاحساس والم على جانبي الجسم وبيقلم على استلقاء والمريض بيفقد القدرة على السيطرة على عملية الاخراض. الاكتر عرضة لانزلاق الغضروف هم كبار السن نتيجة لجفاف المادة الجيلاتينية في الدسك. وكمان اصحاب الوزن الزايد لان زيادة الوزن بتضغط على الاقراص الغضروفية الموجودة بين فقرات العمود الفقري. كمان السائقين لان وضعات جسمهم الخطأ لفترة طويلة بتسبب الاصابة بنزلاق الغضروف. انزلاق الغضروف عموما بيحصل اكتر من سبب زي رفع اشياء تقيلة الطريقة خاطئة واستخدام عضلات الظهر بدل من عضلات الفخدين والدوران بطريقة خاطئة او السقوط على الظهر او ضعف بعضلات الظهر ناتجة عن عامل وراثي. التشخيص الانزلاق الغضروفي بيكون عن طريق بعض الفحوصات زي فحوصات التشخيص التصوير المقطعي الحاسوبي او الاشعار المقطعية او والتصوير بالرنين المغناطيسي او الام ار اي وبيشمل العلاج في مرحلة الالم الحاد الراحة وبعد كده العودة التدريجية للانشطة المعتادة كمان بيتضمن العلاج ادوية مسكنة للالم وادوية مضادة للالتهابات وادوية لارخاء العضلات. بيتم اجراء عملية راحية في حالة عدم انخفاض حدة الالم او لو استمر الالم لاكتر من اربع اسابيع على الرغم من العلاج او عند الشعور بالضعف في احدى الساقين او كليهما لما بيكون كمان في اضطرابات في السيطرة على عضلة المسران او او تفاقم الشلل بيكون هناك حاجة ماسة للجراح. اتمنى المعلومة البسيطة ديكم فادت حضراتكم. شكرا لحضراتكم والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة